سوف تتمكنون أيها تنمي الأعزاء من معرفة أوجه المجاز أو ما يسمى بالفيقور دستيل بشكل دقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يوس دليل من خلال الشاشة المتميزة جوكو منك تيفير عبر اليوتيوب يقدم لكم خدمة سيكسي باكعان لأول مرة عبر اليوتيوب من أجل استعداد الجيد للمتحان الجهوي الخاص باللغة الفرنسية كيفما شفنا سابقا تعرفنا على بعض أوجه المجاز سوف نواصل في هذه الحصة تفسير والشرح باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية سابقا تعرفنا على بعض أوجه المجاز الخاص بالأولى باكعان سابقا تعرفنا على بعض أوجه المجاز الخاص باللغة الفرنسية سابقا تعرفنا على بعض أوجه المجاز الخاص باللغة الفرنسية من بينها الميتونيمية أولا سوف نقدم لك الشرح والتفسير لهذا الفيجور دستيل الميتونيمية ما معنى الميتونيمية وكيفما نعرف علام من خلال الأوجه المجاز باللغة الفرنسية هناك أيضا السينيك دوك في الأخير لابعين هذه المستخدمة سابقا تعرفنا على الميجاز الخاص باللغة الفرنسية سابقا تعرفنا على بعض الميطمي كمتانمي كمتانمية الأسينيك دوك كمتانمي وأعرفنا على السينيك دوك أهلاك اذا قررنا في الثالث عن مستقبل سمتلاح صوت سمتلاح في الفيغور دي سبستيزيون سينا ميتونيمي او الكناية للإشارة الى شخص معين او الإشارة الى شيء معين يمكن استبدال هذا الاسم للشخص او الاسم هذا الشيء بواحد الاسم اخر و بواحد اللفت اخر له علاقة منطقية مثلا لذلك مطعم مال محتوى مال ماء وليو دي دي اور جو بوا دولو اندي بواحد ويقول جو بواحد میں مثال تاني لغ ان فيكتوريغو مانا قراكت رواية من روايات دل الكيسب الشهير وليو دي دير جو لغ ديت وجو لغ ديت وسيكون جو لغ ديت جو لغ ديت جلد ان فكتوريغو . . يحدث على شعره، كذلك ، أتبعه، لكن رضا. للعمار، الكثير من المنازل للأوض، ترسم على الجميع الحسن، فالأيح له أن يكون كفل يمقى القومة للوضوع من المنازل للأسو وبده كفل يمقى القومة للأسوص وثير على المنازل للأسوص وغز وما يكون حسن تبعه مهدية للأسوص وثير على الأسوص وثير نظام وظيف كفل وتبعه. د'accord la ville se réveille ça veut dire les habitants de cette ville alors il y a une relation logique entre les habitants et la ville au lieu de dire les habitants se réveillent chaque matin pour aller au travail on dit la ville se réveille d'accord la métonymie c'est quoi pour désigner pour désigner un être ou un objet on utilise le nom d'un autre on utilise le nom d'un autre qui lui est proche par exemple son contenu sa cause son origine son instrument son symbole etc alors la métonymie c'est une figure de style de substitution pour désigner soit un être soit un objet ou une chose on utilise le mot d'un autre qui lui est proche ou le nom d'un autre qui lui est proche par exemple au lieu de dire je lis un oeuvre de victorigo on dit je lis un vectoigo c'est lui qui est c'est ça ce qu'on appelle l'origine de cette oeuvre c'est qui c'est vectoigo alors je lis un vectoigo au lieu de dire Socrate a vu la mort et en relançant avec le poison la mort c'est donc la métonymie c'est un autre mot qui est proche de la mort pardon du poison lorsqu'on dit poison on veut dire la mort voilà alors pour désigner soit un être soit une chose ou un objet on utilise le nom ou un mot d'un autre qui lui est proche soit de son contenu ou de sa cause ou de son origine comme l'exemple de lire un vectoigo ou son instrument son symbole etc est-ce que vous aviez bien compris que ça veut dire la métonymie en français ou même temps en arabe c'est bien on passe maintenant à la synecdoque etan le ferrâ le ferrâ le ferrâ la synecdoque la synecdoque est un ferrâ de la métonymie alors je vais vous présenter la synecdoque ou qu'est-ce qu'il y ait la mérité de la métonymie c'est-ce qu'on appelle la métonymie la métonymie c'est c'est donc pour désigner soit une personne ou une chose on remplace par un autre nom ou un autre mot de la même qui est le même qui est proche d'un thénien la synecdoque la synecdoque il y a le ferrâ le ferrâ de la métonymie ou le ferrâ de la métonymie السينيك دوك المعنى ديالا بشي مكلينا فرقوا ببناء و ببناء ميطانمي يل كنسيس أدلزيني لابارتي بولوتو لابارتي بولوتو إذن تانيا من بين الفروع ديالا ميطانمي نجد لسينيك دوك كبما اشبنا سابقاً لا ميطانمي بور ديني إذا كان on أعطة أيangan عن يمكنująهاır لا أحد ياباك ديالا ميطانمي نجد لسينيك دوك deanيين من بين الفروع ديال supporters كيفية التعرف على الفرق بينه وبين الميتونيمية رأينا سابقا أن الميتونيمية أو الكناية يمكن استخدام إشارة إلى شخص أو إشارة إلى شيء ما يمكننا استخدامه بأحد كلمة أخرى متقاربة شيئا ما من الكلمة الأصل لن تريد أن كان لن تريد أن يكون أحد أن جديد أو عني يمكننا أن يكون لدينا أو أحد أخرين لأستخدام الكل الميتين هذه التعرف على إشارة إلى جز الملفة يمكننا التعرف على تريد على أحد تريد اكتب إلى ولكن من صحنت جيدوا من فقر لبعلك من آل محن من يمكنك الاشتراك في الطب الزبات أو الطب الزبات يمكنك الاشتراك على المطابة هناك فرع تاني من فرع للميتاني إذن المرتبة الثاني من الفيجور دوستيل دوستيو نجد لاسينيك دوك لاسينيك دوك فرع من فروع دير لاميتونيمي كما شفنا سابقا أن لاميتونيمي أو الكناية معناه تنستبدل واحد الكلمة بكلمة أخرى لها علاقة منطقية ولها معنى متقارب شيئا ما من معنى الأصل فالحالة تسمى لاميتونيمي أما لاسينيك دوك يفرع حقاقا من لاميتونيمي ولكن عنده حلميزة سابقا معي جو وان بور رمضي دووالي دوما جو وان بور رمضي دووالي دوما إذن هنا ترقصده باللينيفير سيدير ليباتو لانتانيين من بين الفيجور دو سبسيسيون نجد لاسينيك دوك لاسينيك دوك هي فرع من فروع ديال لاميتونيمي كما شفنا سابقا أن لاميتونيمي أو الكناية تنستبدو كلمة بكلمة أخرى عندها نفس المعنى أو نفس العلاق على تقارف المعنى لانتانيا نجد لاسينيك دوك تانيا نجد لاسينيك دوك وهي فرع من فروع ديال لاميتونيمي كما شفنا سابقا الكناية تنستبدو كلمة بكلمة أخرى لها معنى متقارب شيئا ما مع المعنى الرصي كما نجد من فروع ديال لاميتونيمي ولكن ما الفرق منه وما بين لاسينيك دوك؟ لكن واحد الميزة خاصة باللاسينيك دوك هي أنها تتشير إلى الجزء للإشارة إلى الكل تنشير الجزء للإشارة إلى الكل مثلا بتة المتصدر بسيطة المتصدر المتصدر بسيطة المتصدر مثل مثل العظم المتحدثة يتعلم لتعلم مطلق أو مطلق 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 في أحضر يتعلم دوالي دومي استمر فعل ذلك فغالط كهذا يتسمى الدومي ولكن هذا م ميطانمي لا ميطانمي من أطنمي لإخلال أما رجل ان يتسمى мнئسطور وقالي لنه ن نتسمى نطع لا ميطانمي لا ثاني نطعنا 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 ميطانمي فهذا هذا ميطانمي كم لكرم صحات لالحظة ce sont des métonymies mais lorsqu'on dit je vois un port rempli de voiles et de mots comme l'exemple de la cynic doc c'est une variété de la métonymie qui désigne la partie pour le tout ou le tout pour la partie et aussi la matière pour l'objet le fer par exemple c'est une matière le cuivre c'est une matière on va voir bien sûr des exercices pour renforcer bien sûr cette maîtrise d'identifier facilement et de faire la différence entre la métonymie et la cynic doc maintenant on passe à la périphrase la périphrase la périphrase il consiste à remplacer un mot par sa définition le ténèbre au long d'or ça veut dire la mort l'astre de la nuit ça veut dire la lune au lieu de dire la lune je remplace par sa définition l'astre de la nuit au lieu de dire par exemple la mort je remplace par les ténèbres au long d'or au lieu de dire par exemple le lion on peut dire le roi des animaux au lieu de dire par exemple les oiseaux on dit les habitants du ciel ou les habitants de l'air alors il consiste à remplacer un mot par exemple les oiseaux par exemple le lieu le lion par exemple la lune par exemple la mort ce sont des mots par sa définition la définition de la lune c'est quoi ? c'est l'astre de la nuit la définition de l'oiseau c'est quoi ? la périphrase des oiseaux c'est quoi ? c'est bien sûr les habitants de l'air la définition de la mouche c'est quoi ? c'est la fille de l'air les habitants c'est pas les habitants mais la mort c'est-à-dire la mort c'est quoi ? c'est les ténèbres au long d'or alors les ténèbres au long d'or l'astre de la nuit et toute une définition c'est donc la périphrase alors elle consiste à remplacer le nes'tebdil le kelimeub t'arif t'yala elle consiste à remplacer un mot par sa définition elle permet d'apporter des précisions c'est-à-dire il y a malumat j'ai dit là un d'arriqa que le mot seul ne nous fournit pas c'est-à-dire au lieu de dire la lune ça ne suffit pas on dit l'astre de la nuit c'est une sorte de définition en même temps une description les ténèbres au long d'or إشارة إلى شخص أو إشارة إلى شيء تستبدل بأحد الكلمة متقاربة شيئاً ما في المعنى والسينكدوك هي فرعة من فروع الميتونيمي للإشارة إلى الكل نستبدلها بالجزء والإشارة إلى الجزء نستبدلها بالكل يكون لديزيني لطول أو لطول لطول والسينكدوك فرعة من فروع الميتونيمي تتعتمد الأساس على الجزء للإشارة إلى الكل أو تتعتمد بالضبط على الكل للإشارة إلى الجزء وكذلك تتعتمد على المادة التي تصنع منها كل شيء معين وكذلك تعرفنا على البرفرس والإشارة إلى المدينة وكذلك تتعرفنا على المدينة وكذلك تتعرفنا المدينة مالو مجدد كبما سرحنا لكم بلوغة فرنسية يجب أن يشعر بأسفره أخرى تقريبه أنه يشعر بأسفره أولا إذن فعلن كنت حسام أمتيزة للغاية تعرفنا على عدة فجورة من البيان بينها فجورة المترجمات 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 حاليا تمكنتم من معرفة هذه أوجه المجاز وعرفت كيف تفرق بينها اللغة العامية إذن فعلا كانت تشعر ممتازة وفعلا كانت تشعر مفيدة لكم أيها تلميذ أعزاء الأولى باكالوريا نرى ثلاث أوجه مجاز خاصة بالاستبدال الميتونيومي والسينيكدوك وتعرفت الفرق بين الميتونيومي والسينيكدوك كذلك تعرفت على لنا حصة قادمة إن شاء الله سوف نتعرف على الجديد من الفيغو ديسيل باللغة الفرنسية الصلاح سيكون شيء فعلا سهل ومستوعد جوية إذن كانت فعلا حصة مفيدة لجميع التلميذ والباكالوريا تعرفنا على ثلاث فيجور ديسيل الخاصة بالاستبدال الميتونيومي والسينيكدوك والسينيكدوك والميتونيومي وتعرفت الفرق بين الميتونيومي والسينيكدوك والتعريف لدينا حصة قادمة إن شاء الله سوف نتعرف على العديد من الفيغو ديسيل المتبقية في برنامج الأولى باكالوريا الخاص بالاستعداد الجيد للمتحان الجهوي المقبل 2020 كنا معكم يوز الألم خلال الشاشة المتميزة جوكمنك تيفي على اليوتيوب قدمنا لكم خدمة سكسباك للإستعداد الجيد للمتحان الجهوي وكذلك للمتحان الجهوي للمتحان الجهوي للمتحان الجهوي للمتحان الجهوي للمتحان الجهوي للمتحان جهول أصبح الجهور باليوتي هو ترجمة نانسي قنقر